أعربت جزائر عن إذانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي ارتكبت بمحافظة أودلان الشمال بورك نافاسو مخلفة العديدة من الضحايا في صفوف القوات البورك نابية وإذ تتقدم بخالص عبارات التعزي والمواساة لهذا البلد الشقيق ولعائلات الضحايا يقول بيان الخارجية تؤكد جزائر تضامنها مع بورك نافاسو ومع كل دول الأفريقية التي تواجه تحديات الإرهابية الوزارة قالت إنه بناء على توصية الوردة في تقرير رئيس الجمهورية عبد المجيدة تابون للقيمة السادسة وثلاثين للاتحاد الأفريقي بصفته منسق جهود القرية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيفة تجدد جزائر دعوتها لمضاعفة جهود وتنسيقها على صعيدين الإقليمي والدولي لاجتثاثها الهلافة ومعالجة تدعيتها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد كما تشدد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأفريقية للحد من انتشار الخطر الإرهابي الذي يهدد الاستقرار ويعيق جهود التنمية في القرى ترجمة نانسي قنقر